موسيقى رح موجود معنا اليوم كرميل نحل الوقائة عجلسة انتخاب رئيس للجمهورية رح نذكر بالأرقام اليوم ورقة بيضاء 63 ميشال معوض 36 سليم قد 11 وأسماء أخرى 12 أسم آخر استسموا كيف تقرأ اليوم هذه الأرقام اليوم بيّن أنه مجلس نوب يعني مفروض اتنين واضح أنه أصوات الممانعة أو أصوات فريق مؤيد الحزب الله كان منسجم يعني بمعنى حط ورقة بيضاء وإن كان يمكن التيار الوطني لأي مرشح كمان كان ممكن حط ورقة بيضاء بدون تفاهمات معه إنه أقصد إذا كان فرنجي المرشح نقمس لي في تفاهم المراحين اليوم بالمقابل فيه كمان محور موجهة لحزب الله بس مش مكتمل يعني التفاهمات من كمان شفتنا إنه منسجم مثل ما إنه منسجم فريق حزب الله إنه ليس متفاهمين يعني اليوم شفنا إنه هو أخذ السيد بيشيل معه ب 36 صوت كذلك التغييريين عندهم حلاشة صوت لمرشحهم السليم قده وكان في آخرين بدوروا بفلك يعني القوة المراجهة لحزب الله حاطت إنه من هدا للبنان ببانيتهم يعني صارت واضحة إنه مجموعة من عدد النواب السنة ونواب عكر اللي ما بدون يكون باستفاف فضل يحطوا هدد اسم اليوم يلي شفنا يعني بروفا للجلسة يلي رح ينتج عنا رئيس للجمهورية ولا ماضي على الوقت يلي شفنا اليوم بروفا انتخاب الرئيس بشكل نهائي بتكون غير هيك لأنه بكونوا تفاهم عليها لا يتم انتخاب الرئيس بلبنان نتيجة يعني اختيار النواب لأله دائما أن الرئيس بلبنان دائما ما نتبع لي زايد ويسجد مواقف لأنه كلنا عم نشوف كيف يعني عندهم التزامات وماشيين مع الخارج لأن يكون انتخاب الرئيس إلا نتيجة يعني ظروف خارجية شفناها وقت انتخاب يعني إذا بنرجع آخر شيء من التسعين اليوم وقت انتخاب الناس لهراوي وقت انتخاب بأمير الحود إن كل واحد بطريقة وقت انتخاب ميشيل سليمان عندما كمان يعني وقت رشحوا نواب رشحوا نواب الليس عطالله وعمار حوري كان فيه ردة فعل عليه مسيحية من قبل يعني أمين الجميل حنقول محافظة ألقاب للجميع سامير جعجع بعد منا رحوا على الضوحة وتم انتخابه كمان وقت ميشيل عون يعني انتخاب ميشيل عون صار فيه تفاهم مصبع مع القوات ومن ثم مع المستقبل يعني آخر شيء يعني بدو يسير فيه تفاهمة الانتخاب هو التخريج للتفاهم رح يجي رئيس توافقي الكل يتفق عليه؟ رح يجي رئيس مش من المحاور رح يجي رئيس يعني مش من المحاور اللي صارت واضحة انه يعني فيه فريق عنده مرشح فريق آخر بعض مكتملية يعني المعركة عنده أو الوجهة الصورة عنده بس انه رئيس من الاسماء اللي اليوم عم تم التداول فيها لا مش منهم الرئيس اليوم منطقية انه الرئيس مجلس النواب نبيه بره يدعي قبل بـ 48 ساعة من تاريخ الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية يدعي للجلسة؟ ايه طبيعي لانه نواب حالة جهزية مصرد يكونوا وهن عارفين انه بمرحلة دستورية لانتخاب رئيس خلاف لرئيس ميشيل عون هيدا موضوع طبيعي وما فيه يعني يقطع شهر من نص المهلة الدستورية ما يكون داعي الى جلسة عدا انه هيدا صلاحيته اضافة انه انه البرتراكس راعي الاحد تحكي كلام يعني اعتبر فيه انه التأخير بانتخاب رئيس الجمهورية اللي كونه من الطائف الماروني واللي هي عليها مسئوليات بالشأن الوطني انه هو احمال بالتعاطي مع هذا المنصب مشاهد هيك رئيس باريس كمان عجل اكتر اليوم الصورة اللي شفناها استسمو خلال الجلسة بتباره انه بتأكد انه الكل قدر يعطل لديه القدرة على التعطيل ولكن ما حدا عنده لقدر على فرض رئيس على الطرف الاخر صح اليوم هيك رح نقضيها ايه مرة تانية يعني اذا مرة تانية اعتبرنا انه الفريق الاخر سنحط يمكن اتفقو ويناقص نقص نيباني فرنجيب رغم انه بقول انه هو سيخد معركي انه سيريد انتخبع لقاعدة الرئيس التوفو هذا كأنامه اه اذا قلنا الفريق الاخر يعني مشاهالمعوض تمكن انه مثلا التغييرين يكونوا الى جامبو ومن ثم الأصوات اللي هي كانت للبنان ما كمن من حدا قادر يأمن الخمسة وستين يعني فيه نقص فيه جاب بين الاثنين بتقول إنه القوى السياسية مش قادرة توصل لرئيس بالدورة الماضية انتخب الرئيس مشال عون بعد ستة واربعين جلسة اليوم من المتوقع إنه تكون الرئيس ينتخب بجلسة رقم شو هذي تعود لرئيس نبيه بريم هو بحدد الجلسات بس خليني إليك نقطة أساسية هي إنه إنه إحنا طالما بعدنا ضمن العهد الحالي يعني بعد ما فتنا بالفراغ لن تتحرك الانتخابات الرئاسية يعني بالكواليس وبالمقار الدولية هلأ إن الدول تترقب وتحفز من الانتخاب الرئيس بس يفوت البلد بالفراغ بعد 31-32 لأنه فيه استحالة بانتخاب الرئيس حاليا بتدخل الدول ساعتا بتشوف حضرتك فرنسيين أمريكان أمم المتحدة يعني بتشوف الحركة اللي بني كان يشوفها دايما بس يكون فيه هيك أزمة يعني بالفراغ تتحرك الدول على قاعدة إنه الفراغ لما يرتب من تداعية ببلد منهك ويعني وضعه كتير مأساوي اليوم هل بطنا متأكدين أنه خلاص ما فيه انتخاب الرئيس في المدى القريب وأنه حتماً ذاهبون إلى الفراغ الرئاسي ما بينت اليوم إنه الأمور يعني أنه هي على الأرض من التفاهمات ما بينت مواقف سياسية الخارجية إنه تلك لبنان والفريق يطلع على فريق وينتخب الرئيس مثلاً في 2016 صحيح فيه يعني فريق نقه ميشيل عون هني سامير جاجع وستعد الحريري بس كمان وقتاً كان فيه يعني عدم اهتمام بلبنان هني أمه ساعتاً عملت هالتسويرات معه اليوم عم نشوف البيان السوليسي الأمريكي فرنسي السعودة عم نشوف الكلام عن مواصفات كيف دنيها بلبنان عم نشوف اجتماع دار الإفتاء شو يحمل من رمزيته شفنا كذلك الأمر انتخابات اليوم يعني شو حملت من رمزية فإذن صار فيه واقع جديد بالبلد يعني صار فيه حيوية بس ما بتقدر الانتخاب الرئيس كان فيه طرف منه مقتنع اليوم بمشال معوض محفظ الألقاب ولكن إذا فينا نقول ومثل ما لحظنا من بعد الزيارات الآن في السفير السعودي وليد البخاري إلى معراب عند الدكتور سامير جعجع وعند رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وعند وليد بايك جملات اليوم شو كان عنده دور السعودي يعني بهالقد انه نفخ بمشال معوض هو أولا السعودي عنده اهتمام ما عنده دور يعني السعودي عمل بيان واضح أنه هو بده باللبدان رئيس بمواصفات سيادية بمواصفات مؤسستية هل المواصفات بشو هو بمشال معوض والسعوديين عم بيطلعوا على عمل اللي ناطق باسمهم والسعوديين عم بقلوه علنا أنه هن بدهم كمان مع رئيس الجمهورية بدهم رئيس حكومة شفاف وصادق قدر يشتغل بدهم فريق عمل قصة ما نفخ بمشال معوض مشال معوض موجود باللوقع هو موجود مشال معوض ما فيه يعني اليوم أي شخص يعني ينكر قدرته ماني عم بعمله أنا هون مديح مش أنه هو بواصل لرئيسي أنا عم بحكي القراءة مشال معوض موجود كان بدايرة فيها ثلاث قوة كبيرة رئيسية كان بدايرة فيها سامير جعجع جبران بسيل فهي تمكن أن يفرض حاله كان فيها يعني معارضة كمان يفرض حاله ويكون موجود بعدين اليوم هو يمثل يعني روحية 14 أدار من هيك هذه القوة التأت علي السعوديين يعني ما بعرف مين بالسعوديين يعني عندهم رغبة أنه يكون حلفاء على صف واحده وليس جديدة يعني شفنا تبعا نعتبر أنه هذه جديدة من 2018 قبل افتتاح جادة الملك سلمان عبد العزيز حد فينيسيا أخذونا نحو كلهم سوا وقته وأعدوا حد بعضهم يعني كل الأقطاب اليوم اللي بدعوا أنه هن بيحكوا أنه هن متحق يعني هكي يعني ما بيردوا على حدا أعدونا على نفسه كنبي ساعد الحريري ولي الجنبلات وسمير الشعجع وبعدين عملوا التحالفات ولكن نحن نحن نحكي للواقع أنه السعودي المهتم بيعتبر أنه الشرزمة تؤدي إلى ضياع البلد ومن ثم دخول حزب الله أكثر في التركيبة السعودي مهتم ولا السعودي يعني مهتم ويراقب فقط من دون تدخل أو لا يتدخل هاليوم مش هو يأمل على سامي الجميل أنه يروح ويصوت لميشال معوض هو ما بيقدر يعني اليوم خليق ليك سامي الجميل يعني فيه معلومات أنه كان عنده ميول يروح نتصوب التغييريين شو عدم؟ خلني كملك كان عنده يعني عم بيحكي معلومات عنده بعض هيدا يعني هيكي رغبة أنه يكون قريب من هيدا الشارع أكتب ما يكون أنه قريب من الصف السياسي يعني اليوم بالبلد كان فيه معركتين كان فيه معركة سياسية يعني يعني فيه معوض يعني يعني فيه معركة مواصفات مع التغييريين أي واحد بالله وبانيته سامي الجميل ما فينا ننكر أو هو ينكر أنه السعوديين يعني يعني حاضنينهم ووقفين حدهم وبينت يعني بمهرجان الشفية السفير وليد بخاري إجاء أهل بوجوده يعني أنه أنا مع هذا الفريق اللي بده الدولة مع هذا الفريق اللي طلع منه رئيس عروبة يعني يريد إنشاء دولة ومؤسسات طبعا كلهم أخر شيء يتأثروا تقول لك ما بيتأثر؟ لا ما فيني أقول لك ما بيتأثر سامي جميل بأي رغبة سعودية إذا السعودية قلت لهم أنه رؤوا على بعضكم ضبط بالأمور بين بعضكم في مصطحة عامة أكيد بيسمع سامي جميل وغير سامي جميل اليوم فينا نقول أنه ميشيل معوض هو ورقة تفاوضية؟ مش تفاوضية ببعنى أنه نقول أنه هو ورقة اللي تتلع فيها لا ميشيل معوض برز يعني كمرشح يعني كمرشح ممكن بكرة يأخذ أصوات أكتر بس يوصلوا لوقت الدم الأمور المسكرة بيصير هو واحد يعني من الأسماء اللي موجودة على الطولة بصراحة بس بيصير فيه بلحظة تفاوضات بس بيكون فيه هذا الفريق بيكون يعني بيين عن قدرته إنه هذا الفريق إذا في يجيب ميشيل معوض مش غلط يعني بالنسبة لقلون ميشيل معوض شخص يعني آدمة شفاف نزيه وسيادة بس أنا علي أحكي قراءة لأنه دائما في لبنان كان يصير فيه تفاهمات وعداد نهاية عدة مرات يعني بالسابق قلتها أنه بيصير فيه تفاهمات يعني وبيجع بتتغير الظروف اليوم إن كان الوضع مختلف ونحن في 2020 أو 2022 وفي انتخابات كانت فيها فيها نفس جديد إلا أنه إذا مش قادرين يأمنوا إلى 65 آخر شيء هذا الفريق لأنه فريق آخر مش عخليقا منه قادر يعطل كمان ما يعني قادر يأمن تعطيل يعني يأمن 43 نائب عندها تتعطل الانتخابات فإذا ما دي كون فيه تفاهمات أنا عم بحكي لأنه أقول الوقائح بتتذكر تقول عن ما صار انتخابات في لبنان رفيق الحريري أهلا رحمه كان نافذ انتخاب بميلا حود بعدين تم انتخابه كيف صار التهديد مش تهديد أنا عم نحكي إنه أكتر من تهديد شو صار تم انتخابه لأمين اللحون وقت ترشح النواب نيبين الياس عطالة وعمار حوري رئيس مشيال اسنامان عمار مشيال اسنامان انتفضت عدد قوة ما بدأت تقبل فيه راحوا على الدوحة بعدين وكلهم أخذوا حقهم وأخذوا حق حالهم وأخذوا حق موقفهم كيف كانوا اعترضوا على ومش الحال مشيال عون كذلك الأمر يعني انتبهت فإذن ثم فيه انتخابات قبل بوقت يعني تم تخريجها يعني تقول أنا أنه فريق بده ينتصر ما فيه نقوله لأنه ما قتني عنه مش هاك بسير اليوم بعضه حزب الله هو اللي عنده ورقة انتخاب الرئيس يعكيد عنده ورقة وإلى جانب آخرين يعني هو عنده ورقة وكذلك الفريق آخر عنده ورقة ولكن قادر أنه يفرض الرئيس ببده هو قادر يعطي الوصول لرئيس لفريق آخر والفريق آخر قادر يعطي الوصول لرئيسنا حزب الله يعني اليوم فيه امتلك ورقة تعطيل متبادلة تتوقع اليوم إن شاء المعود بالدورات المقبلة أنه يخد عدد أصوات أكتر يعني أصوات مين رح يستقطي بغير الكتائب وغير الكويت اللبنانية يعني إذا الوقت ما سمح لا ينحكى مع الآخرين تتبلبر التفاهم مع بعضهم إلا إذا كان الآخرين عم ياخدوا خيار رمادة يعني وحطوا ورقة يعني اسمال للبنان يعني محيدين حالهم بده واحد يعرف كيف ينحكى معهم يعني هل هني أخدي هذا الخيار أو دون نبقى بالنص يمكن هذي إذا فيه رئيس من أسماء تاني بالدعاطي مثلا إذا اعتبرت إذا فيه أسماء رؤسة يمكن اسمهم ناجيب الثاني أو زياد بارود أو نعمة فرام؟ لا لا نعمة بعيدة عن المعادة اللي نعمة مش بالكواليس مش موجود على المنصة نحنا عم نحكي بالوقائع عم نحكي إنه مثلا هذي ممكن سيتها يقولوا منروحوا أو هوا بخلوا حالهم التسوي بيجع حالة بقلهم فيه تسويه هلأني إذا ما نكون مع 14 أدار ضد مثلا الحزب ونبيه بري والسنائي أو إذا فيه غيرهم باتجهة آخر بيبين ساعت أصواتهم بتكون بتصرف قوة معينة مؤسرة على انتخابات وبتلعب دور بالتسويه كيف تقرأ انت المرحلة اللي جاية اليوم؟ اليوم من الأوفر حزن ليكون رئيسة الجمهورية؟ رح يرجع يطلع عنا اسم جديد مكان اليوم مطروح ما هو اليوم إذا أنا بدي أقول الأوفر حزن يعني بكون عم بحق أنا لا أريد رئيسة الجمهورية دائما أحب أقولها بمعنى ليس أنه أنا صحافة أنه عم بتهرب من جوابك كان الأول أنه من أوفر حزن لا، من أوفر حزن زميلتي يعني أنا تسجل عليها أنا عم بحكي عن مواصفات عن تفاهمات يعني التفاهمات انحكى باللقاء الفرنسي السعودة في باريس عن أسماء كان في عدم تفاهم عليها يعني اليوم أقول هذا اسمه هاك أنا أقول في أسماء بتسمع عنا بالنادة الشعبة أنه في هذا الاسم أو في هذا الاسم ما قلتيني مثلا عن اسم تقول لك ما قالوا محل لأن القوة السياسية تقول لك هذا ما هويته وشو لونه يعني هو العلاقة العملية أو آخرين بهذا البيئة يعني اليوم مشيل معوض عنده لون مثلا كيف؟ واضح من هو سألتين عن اسم تاني كل واحد يقول لك يعني ما هو أخرين يقول لك أه ضدنا أو معنا وفي أنه الناس لأنه أريد أن يكونوا من نسيجة هذه التفاهمات اللي علاقة بأنه تسويات خاجية واللي ما حدا يتكبر عليها هي عم تيجي هيك وعم نشوف كيف بكرة بمشوا فيها وبيقبضوا حقها هذا أنا بعد نمقتني عليك الواحد يقبض حقها بالطريقة هل رئيس رح يأتي من؟ رحيج نتيجة خلاصة التفاهم بعد شهرين ثلاثة أربع بس نفوت بالفراغ يبدأ التفاهم على الرئيس طبعا على وقع التفاوضات خارجية وكيف يتحمل لأنه هذا الفراغ لأنه انتخاب الرئيس سيكون علاقة برئيس الحكومة وكذلك بالتركيب الحكومية ضمن باكتش كيف يتحمل عن الساق الدوحة هذا اللي سيكون ليس رئيس وحده رحبت رح عليك السؤال بسيغة غير اليوم رئيس الجمهورية هو من هود الأسماء الثلاثة اللي تم التصويت لقالهم بالجلسة؟ بديك تضيف لقالهم اسم رابع هو قائل الجاج جوزيفون اليوم عنده حظوظ قائل الجاج؟ ليس قصة حظوظ يعني ليس يسحب واحد ورقة هو انا بدي احكي بالسياسة العملية اليوم ممكن بكرة يتطلعوا يعني عم تحطين البوع لازم احكي يمكن يتطلعوا بكرة يقولوا مثلا يمكن زيادة بارود هاك كان يمكن منفتح عائل قريب من حزب الله قريب من قوات البلانية بيوصل الناس بيقولوا مثلا طيب يا اخي هذا مثلا ناجي بستاني زلمة دستورة مؤسساتي انه كان في 2018 مع فريق في 2012 مع فريق زلمة مش عدو الله حالا منفتح عائل من الكنيسة حريص على واحدة الجبل مثلا بيجوا بقولوا مثلا جوزيفون انه زلمة شفاف يعني ادمة ترسبته بالجاشة ناجحة يعني يعتبر مسببت فؤاد الشاب التاني هل انه انتبهت كيف؟ تتوقع تكون تجربة تجربة العماد جوزيفون متل تجربة العماد الشارعون لا اكيد يعني شفتي وصلتيني لما حل انه انا بهذا الظرف كثير حريص يعني لا جوزيفون بيقولوا عقله بالراسه عنده حكمة يعني حكيم بيقولوا موزون يعني انا اعطي ملاحظات كصحافة او كمواطن على طيار الوطن حر من 2005 كان في كتير مما يقولوا هلا اني صار كتير يعني درجة انه كدو واحد ببل ايدو فيلا مش العون انا ما بدي اقول هكا هذا الكلام تبهت كيف؟ انه مش العون بيان عن فشل يعني هو واسقط معه يعني اذا قاله المارونية السياسية انه دمرت لبنان لا مش غلق العونية السياسية دمرت لبنان اذا قاله هو مش العون المارون السياسية بنيت لبنان بنيت بنيت خدمة مدنية بنيت المؤسسات تحت تفتيش المركزة مثل هكا مش العون دمر لبنان ولم يحاسب يعني انا هذا النقطة اللي دائما بقول انه النواب اللي تم انتخابهم اللي هن موقف المعارضة عم يتعاطوا بعملية غياء مع تياره مع ميشيل عون انه نحنا لانه صرنا نواب جوا منقض مع بعضنا لا لديكم في فصل بالنواب عم ضرروا البلد لانه معنى البلد مصري انا ليش حريص ما احكي لانه انا كنت مرشح ومربحت محالة فكرة مربحت ما في محالة مربحت مش انهاي انا عم لطفة شوي لا 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 انا قبلها وبلاعمة ما في مشكلة مربح ما انتخبوك انا كان بدي ستة دفصات حاصل النص حاصل متأمل يعني هذي ومع كله تقديري لتحاله فاتي يعني انا عم بقول انه المشكلة بهيدا الاطار بالبلد يعني هود الناس انه نحنا مفروط نقض نحنا مع بعضنا جوا هل بقولك انت مش محاول يخيل ايه؟ بس انه هن نتصور مع بعضنا وبنغني بعضنا لا في دم في مسؤولية البلد في مشيل عون يعني اليوم اللي اعادين مع جبران بسيل كان يقولوا قبل ما بنعرف نحنا مثلا من ابو جمرة بنته لمشيل عون لاخرين كان يقولوا ما بنعرفوا نحنا مثلا لمشيل عون غشنا مضبوط اللي اعادين اليوم مع جبران بسيل النواب مش عافين ونبدوا يخدهم جبران بسيل المعاقب انتب شو عمي انت من هيك شو نعطين انو بتنعوه انو تحت شعر انو نحنا زملاء بيقعدوا مع بعضهم يقعدوا في تفهم شو تنصحهم اليوم للمعارضين انا كنت بنصحهم يكملوا بالمعركة الشرسة باتجاه وجهة حزب الله ومشيل عون بعكتر من محل بالداخل لو باقي يوم من الحياة السياسية بس انا ما بدي اقول لك ليش في كتير امور سكتوا عنا وفي كتير صفائت سكتوا عنا صارت بالداخل بانتخاب اللي جان سكوت عن ادوار كتير لحزب الله بالكابتال بالكابتال كنترول اللي كان لازم يصير من اول يوم صار في كتير جوا صفائت بيانيت انو بعض الانتخابات كأنو كلم انتخابات يعني انتهى بس اوكي صفقات يعني اليوم كل الاسس اللي تنادي فيها قوى المعارضة هي مجرد كلام اليوم عم نجي نقول بس رئيس انا بس رئيس وتتجي الحكومة وبكرة تجي حكومة من قول ما مفوت عليها فيه عمل يومي مش بوقت الكيف اتحكي عنه وما بدي اتحكي تبا يفهمونا عم بحكي انتخابات فيه عمل يومي لم ينفذ رجعنا للعمل المزايدات بموضوع نحكي كتير عن موضيع النزحين السوريين نحكي كتير عن موضوع الولائع وين اني الشباب وين اني نحكي كتير عن مواضيع ادارية عن مواضيع اصناحية بالخضاء وين اني موضوع التحقيق المرفق فيه عملية يعني وعود لم تترجم واته يعني الاختباء بالاستحق الرئاسي اليوم لما اسمعنا اسم رئيس طيار المرض اسلامان فرنجيه اسلامان فرنجيه هو عن بقوله انه انا مرشح مدعوم من حزب الله بس انا مش مرشح حزب الله وانا بدي اعمل تحالفات مع الجميع هيده بترجع له هو امتين يعني ممكن اقل له انا اليوم ميعلون ترشيحه فرنجيه كان ممكن اذا اليوم كان هو انا مرشح كان ممكن اجيب خمسة عشر سوات اذا مش الثنائيه اعطار يعني في مجموعة ناس مبنياتون ليس الثنائيه اليوم ما اصوط له الثنائيه تعاطر بخيار استراتيجي هيده الملف له صفقة يا بده يجيب الرئيس نائله هيده شي مستحيل او بده الخارج يفوضه على الرئيس ويبيع ويشتري بالحالة الطبيعية يعني يعمل صفقة حزب الله الاكتير مفعيلة الاعلاقة يمكن بالنظام او الاعلاقة بالنظام متباتي كيف يمكن الاعلاقة بكتير امور اليوم نحنا قدي مرحلة جديدة بالبلد بتطلب انه يروحوا على مواقع جديدة يعني نحكي عن كتير ملفات ما نحكي عنا بالبلد ليس بهالعفوية انه يتم انتخاب رئيس في مواضيع كتير ما نحكي فيها يعني بمعنى بدأت نحكي فيها مع الخارج تأسيم الحدود هو نوعا من الصفقة تفاهم الايراني بينعكس على الصفقة تفاهم امريكي مع ايران بينعكس الصفقة على الساحة البنية من هيك بكير لذلك السناء الشيعة الورقة اللي عنده معه يهنيم عليه اليوم فينا نقول انه رئاسة الجمهورية حصرت بس يعني شمالا ام هي انتخابات قاسية شمالية حصرت هي 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 يعني هي مما الاعلاء انا يعني مشال معوض وان كان هو ابن صغرطة بس من انه حالة شمالية يعني انت معا نعم انتخابات بقضاء بالمحافظة مشال معوض عنده حالة عامة يعني هو بيحظى فيها يعني هيدا الاسلامت ما ممكن تلاقي عند اخرين حالة اوسع من المنطقة القضاء اليوم بين الاسمان ميشال معوض واسليمان فرنجية مين الاقرب انه يفوت على الاسر ويقعد على كرسي بعبدة معانيك سأتينا هيدا السؤال هيك اللوجيستي انا ببليك اللوجيستيين تنينيتهم نقفين يعني يعني انه على باب الاسر كل واحد يعني واقف على باب الاسر بس مش معانيتها انه الطريق الجوه هي السهلة يعني كل واحد عنده ظروف وعنده اعتبارات يعني بين خارجية ودخلية تؤدي الى فوزه يعني تستبعد وصول الاثنان الى مش مسهلة مش مسهلة ليش اليوم ما ترشح الدكتور سامي جعجع اولا اعلنها يعني عدة مرات وواضحة انه اليوم دكتور جعجع اذا بدأت ترشح لن تكون النتيجة كما كانت في السابق يعني السابق اخذ بال 42 صور حوالي نعم اكتر من 40 صور اليوم اذا ترشح واخذ اقل يعني مسيئة اللي قاله بعد النتيجة النابية تحققت 18 نائب وبهذا العدد يعني من الناخبين اللي قايدوا لو ريح القوات طبعا يعني مانا مكسب معنوي لقاله اولا احبعين انه هو يعني رغم كلها القوة النيابية مش قادر يصرفها بانتخابات القاسيب كان احكي قبل انه انا مرشح طبيعي بس الا انه الظروف اللي خلت مثلا اليوم قوة ما تتأيده خده مثلا التغييريين اللي ممكن يكونوا بهذا المحور من هيك تمت تفاهم على ميشيل معوض وميشيل معوض قد يأتي بمستقلين ومن ثم التغييريين وممكن بكر الليلو نحنا عمله وراء الليل لبنان ممكن يجو هاو دي ما بيجو سمير جعجع لكتير اعتبارات اليوم دكتور سمير جعجع وبيكتل من 18 نايب أو 19 نايب إذا بدنا نقول وانه قدر يعمل رئيس للجمهورية متى سيستطيع؟ يعني اليوم جعجع او جبران بسيل اذا بدك مع الكتلة اللي يبيل عنده مثل عنده اليوم ودايع بالبنك ما فيه صرفة يعني او هني الشيك بالراصيل ما قدروا صرفه لا بيقروا صرفه انه يكونوا هني اساسيين بالمعركة الرئيسية المسيحية وهذا الشي للأسف عم يحكي بالتوازنات يعني الدور منه فاعل للقوى المسيحية بالانتخابات سيكون فيه مجموعة قوى يعني اليوم شفنا صاروا تغييرين موجودين مستقليين لدار الإفتاء ما بقى فيه هذا التقل المسيحي في المعدل المسيحي الرئاسي ما سيحدث بالحكومة؟ هل نصفت حظوظي اليوم تشكيل حكومة جديدة؟ هو عملية رئاسة بمثابة انه ما بدك الحكومة هتا نقل على رئاسة جمهورية ماشي مع بعضهم كلهم بتوقيت خارجي خاصة انه الحكومة صار فيه كلام فرنسي مع حزب الله انه خلا نقلص الحكومة ويكون وضع مفتح والحزب بده الحكومة الحزب يأخذ حكومة بس قالوا له الحزب عفوا للفرنسي انه انت هم بها الموضوع لانه فيك تحكيها من معاونه مع المئاته بدل ما فرنسيين بيحكوا معاونه مع المئاته بس الحزب بفضل يكون عنده حكومة لانه تكون له هو فيها يعني رئيسة ناجيب مئاته فيها السناء الشيعي فيها مجموعة القوة تضرب في فلك ويكون حاكم البلد من خلالها شوم شو السيناريو المنتظر للبنانية السيناريو المنتظر انه في فراغ وفي ازمة اقتصادية بده تزيد بده يجي بده نشوف بعض الفراغ بده نشوف حركة نجدة ديبلوماسيين خارجيين كلام خرج عن موضوع اللبنان كيف ليس بي نحسم عندها يعني بده يتعلاج الموضوع حتى عيني في كتير مقاسي عم بشوفها الشعب اللبناني فيه احداث عام تسير امن اجتماعي سرق ونشل وقتل يعني سنبقى بهذه البطيرة التصعودية حتى يرجع البلد شوي يعني يعني يسترجع حاله لانه اليوم الخضاء مهر يعني ونتج عن جزئين 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 السياسيين عطيوا مدى الأدى لحالهم يفوتوا على الخضاء والخضاء كمان بعد القضاء سهلوا لكتير السياسيين يعني يتمددوا باتجيهم اليوم كله بدوا رئيس مع حكومة وعادة استرجاع البلد بس أمر مش بين اليوم وبكرة مسار الدولار طلوع مثل ما تعودنا؟ اكيد مكمل يعني الدولار يعني ليش بدوا يكون نزول يعني بمعنى مثلا من جمعة كامل مثلا 35 اليوم 38 يعني ليش ما بدنا نقول 41 يعني عملية طالعة يعني انتقابات نيابية كان 22 يعني يعني بأربعة شهر طالع بهذا الرقم عملية تصعودية لو حدث معين لها علاقة بكتير بالسياسي يعني بعد السياسي أنا متوقع متوقع أنه بعد نهاية العهد يصير فيه شوية هدوء يصير فيه هكي شوية ناس ترتاح يمكن يقولوا ناس رحين على رئيس جديد يصير فيه شوية حركة الكاتب السياسي والصحافي سمو أبو فاضل بأشكرك على حضرك معنا اليوم على أمل المقابلة المقبلة تكون بعهد جديد وبرئيس الجمهورية جديد متابعي سفوتشات هيدا كانت حلقتنا لليوم شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة